السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم أحلى أرقى متابعين موضوعنا النهاردة عن أعلان خطوبة الفنانة مينا شلبي وخاطبها للأسف الكل هيتصدم أن فعلا فيه موضوع كبير جدا حول خطوبة مينا شلبي من ابن النجمة والفنانة صابرين وخلاف ما بين صابرين وما بين مينا شلبي بالرغم تواجدها في حفلة الخطوبة وأعلنت حفلة الخطوبة بنفسها انهارت صابرين بعد ما علمت بخبر صادم جدا عن مينا شلبي بعد إعلان الخطوبة هنتعرف معنا عن كل التفاصيل لانهارة الفنانة صابرين برغم أن هي كانت موافقة كلية بسبب خطوبة ابنها نور من الفنانة مينا شلبي وإيه اللي قاله الفنان أحمد عز عن زواجه من مينا شلبي وهل فعلا كانت متزوجة مينا شلبي من أحمد عز وأن جابت منه بنت في السر وكان بينهم علاقة محرمة هنتعرف معنا عن كل التفاصيل كاملة لو تكرمتم نذكر الله ونصلي على رسولنا ومن فضلكم دعوة من قلوبكم الصدقة للفنانة مينا شلبي أن ربنا يحفظها ويحميها الفنانة صابرين اللي أصرت الجدل مؤخرا في الفترة الأخيرة من بعد خلعها الحجاب ظهرت صابرين من بعد مرتدة الحجاب بسنوات طويلة ظهرت في بس مباشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وهي خلع الحجاب وبعض الجمهور انتقدها وكمان بعض أصدقائها في الوسط الفني وأكدوا إن هي مش ملتزمة بالحجاب لحد ما ردت في بس مباشر وقالت اللي بينها وبين ربنا محدش يعرفه غير هي وإن هي حست إن هي لا بتعمل حاجة غلط ولا بتعمل حاجة صح وعشان كده قررت إنها تخلع الحجاب وللأسف مؤخرا أعلن مصدر مقرب من الفنانة صابرين إن تم نقلها إلى المستشفى بسبب خطوبة مينا شلبي من ابنها نور وده طبعا بعد معلمت الفنانة صابرين إن مينا شلبي كانت متزوجة من أحمد عز سرا وإنها أنجبت منه بنتي كمان وخافي الأمر تماما على السوشال ميديا وكمان عن نور ابن الفنانة صابرين انهارته دخلت المستشفى ودي الأخبار المنتشرة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي كان انتشر شائعة من أيام إن مينا شلبي تزوجت من أحمد عز وده طبعا شائعة سخيفة لأن نفى تماما أحمد عز وأكد إنه هو لحد دلوقتي ما فكرش إنه هو يتجوز لا من مينا شلبي ولا حتى من الفنانة زينة ولا من الوسط الفني أجمع وقال إنه هو مش عايز يتجوز نهائيا وإن دي كلها شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة أما خطوبة الفنانة مينا شلبي من نور ابن الفنانة صابرين لحد دلوقتي لحد أكد ولا نفى الخبر غير إنها أخبار منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والحد دلوقتي ما حدش أكد ولا نفى فضلا الدعاء لمن أشلبي إن ربنا يحفظها ويحميها لإن في الأوين الأخيرة ترددت أخبار كتير جدا حول زواجها وإنفصالها بشكورك